اعلن مكتب المدعي العام لشبي جزيرة القرمان مدير وكالة ريا نوفاستي اوكرانيا كيل فيشينسكي الذي اعتقل في العاصمة كييف تم نقله الى مركز الاحتجاز بمنطقة خرسون وقالت تاتيانا تيخونشيك لقناة يو اي تي في انه يتم اعداد الاجراءات اللازمة لفرض تدابير الوقائية وحول هذه القضية اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيثر ناورت ان بلادها تتفهم قلقة اوكرانية بسبب الدعاية النشطة من جانب الكليمنين ناورت اكدت ان عملية التفتيش في مكتب ريا نوفاستي في كييف هي دفاع ضد حرب المعلومات التي تخوضها روسيا واشارت المسؤولة الامريكية الى ان احتجاز ممثلي وسائل الاعلام والتفتيش يجب ان يتم وفقا للقانون عندما نتحدث مع العديد من حلفائنا وشركائنا في الخارج يصبحون بالتأكيد ضحية ويفهمون تأثير وتغطية الدعاية الروسية لذلك نحن نتفهم مخاوف اوكراني حول هذا اشتركوا في القناة